بكرة بقى هل منتخب مصر يكسف دفاع ولا يحتفظ بالكرة اكتر في نص الملعب ولا يضغط عالي ويهاجم بشكل قوي ايه الاستراتيجية اللي نقدر نلعب بيها مع منتخب كوتيفوار انا شايف ان الازمة الاساسية لمنتخب الاستحواز احنا عندنا مشكلة ان احنا ما بنقدرش نستحوز على الكرة فترة طويلة ايام الكابتن حسن شحاتك كن المنتخب بينقل كرة ممكن دقيقتين تلاتة بتنقل كرة وبتنعب بارتيحية لكن عندنا مشكلة وعلى اي حد فعلا عندنا مشكلة الاستحواز ان احنا بنستحوز لفترة طويلة مفيش اللعيب اللي هو يقدر يمسك الكرة يخليها معاه يبص يعمل تاميرها صح لا دايما الكرة وهي معانا بدي بقى مضغوطين والكرة بتتضع بسرعة لازم يبقى عندك الاستحواز لازم نص الملعب هيدي في كسافة من لعيب خبرة هو اللي بيستلم وبيسلم ولا من حركة اللعيبة بدون كورياني لا هي طريقة حضرتك استشهدت بكابتن حسن شحاتك والجيل بتاعه لو رجعنا كده بالزمن هتلاقي لما كان حد بيبص هتلاقي اللي سلم الكرة بيتحرك يعني ما حدش بيبص ويقف بالزبط ما حدش بيبص وبيتحرك برا اللي بيبص بيبص وبياخد مكان كان دايما في حركة دايما في تحرك في ظهر الباكات او تحرك عشان كده كان فيه مسلسات كتير وحركة كتير داخل الملعب اللعيبة بدأت تستمتبدا انا بشوف الجيل ده او من بعد كابتن حسن شحاتك مش الجيل ده كمان الطريقة اختلفة بيبص لونج بول او نقف ونلعب حركة اللعب هي لا تفرق لو بصنا حتى الجنين اللي احنا سجلناهم في دور المجموعات كرة ماتش الاخير ماتش السودان محمد عمالي عم من ضربة وقنية والماتش اللي قبله ماتش غنية بيساوه كرة كتسيره من عمر السلال اللي محمد صلاح ما كتش فيه انا بدأ هجمة من تحت اللي قديم مفيش مثلا مهارة فردية ناس تخدمتها فلازم كروش بكرة يكون تركيزه على نص الملعب لازم ان انا استحوزه ولو وصل الامر ان انا غير التاكتك بتاعي العب بتلاتة مفيش مشكلة يعني عندك وفرة كمان عندك ممكن تلعب بعمر السلالة وحمد فاتح ومحمد النيني مثلا وبينا باربعة ثلاثة 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 اتدي بهم هم هم التلاتة ممكن تسحب لعيب من وسط الملعب الهجومي وقفل نص الملعب بتاعك يبقى هم التلاتة موجودين معك من الاول وقدام مثلا محمد صلاح عمر مرموش تريزيجي ومصطفى محمد فقط فلازم النقطة الاساسية كمان ومش ازود ثلاثة لعيبة في نص الملعب بس لكن كروش التاكتك بتاعه ان انا استحوز مستعجلش على نقل الهجمة بسرعة مستعجلش ان الكرة تيجي اعملها سرو لازم اقف عالكرة اول عشر دقايق كمان يا عزيز محمد مهمة جدا في النقطة دي لو انا استحوزت اول عشر دقايق وركبت الماتش بلغة الكرة لازم اهدد في الاول هتبقى هتأثر معنوانا على منتخب كودفور منتخبات ديات كودفور ولكمان في عزها لما كنا مننزل مع كابتن حسن شحاتها ونقف على الكرة ومن اول الربع الساعة احنا كعبنا علي عليهم وهم مش عارفين ياخدوا الكرة مننا كان بتأثر معنوانا عليهم لنهاية الماتش كنا بنلاقي حالة استعجال ليهم بياخدوا الكرة وبيطلعوا بيها على طول بس على فكرة وستسهاني هم حتى الان خايفين مننا خايفين مننا محظمة الكامل ليهم بس هم حتى الان هم خايفين منتشارة منتخب مصر مهما كانت الاسماء هم عارفين ان اللي علمت الفرعنا ممكن نتحلي في اي وقت احنا بنعرف ممكن نخلص نماتش في اي وقت وماتش نجاة بالمناسبة على فكرة يوم ان احنا خسرناه بس لو احنا بنلعب بطريقتنا واسلوبنا الماتش ده نجاة كانت خط تفاع وحش جدنا كنا ممكن على الاقل لو مكسبناش نتعادل وكاننا نضرب الجزاء يعني لو اتكلمنا في جزء التحكيمي الحاكم تعدزيزه الحاكم ملك السيكي مرجعش للفار وكرة جاءت لصلاح فرصة كانت خطر بس مقدرش يحط فيها ويش الرجل بشكل جيد مش هزنا نتكلم على الفات اللي جاي